اشتركوا في القناة وقعب المسؤولين بتلك الجهات لدعم مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة المالك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الاعلى حفظه الله ورعاه وقد اعرب سمو الوار ركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن خالص تقديره للدور الوطني الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في تنفيذ رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة حفظه الله في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الاقليمي والدولي وعلى المستويات كافة واسهماتها المقدرة والملموسة في تعظيم منجزات الوطن واكد سمو على همية العمل الجماعي بين مؤسسات الدولة للارتقاء بالعمل الوطني والتغلب على كافة التحديات معربا سمو عن تقديره لدور وزارة الخارجية في الدفاع عن مصالح الوطن وتمتين علاقات مملكة البحرين مع دول العالم والتزام الانفتاح البناء والتواصل المثمر مع المجتمع الدولي نوها سموه بالمشاركة المتميزة والفاعلة لوزارة الخارجية ودورها في التمرين المشترك سموم الذي اجراه الحرس الملكي خلال الفترة الماضية التي تؤكد ما تزخر به وزارة الخارجية من كفاءات متميزة تعكس دورها وحرصها على انجاح كافة البرامج والجهود الوطنية من جانبه عبر معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة عن خالص شكره وجميع منتسب وزارة الخارجية لسمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على زيارته والتقائه بكبار مسؤولي الوزارة والتي تجسد نهج سموه الراسخ في التواصل مع كافة وزارات واجهزة الدولة وتعزيز التعاون فيما بينها ايمان من سموه بقيمة الشراكة بين جميع المؤسسات في رفض مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وعرب معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة عن عميق اعتزازه بما تحظى به وزارة الخارجية من اهتمام من اهتمام خاص في اطار سياسة سموه اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الهادف للارتقاء بدور الشباب على مختلف الاصعدة لا سيما السياسية والدبلوماسية والاستبرار في خلق وتأهيل كوادر دبلوماسية شابة قادرة على تمثيل مملكة البحرين في الخارج بكل كفاءة واقتدار مؤكدا ما علي حرص وزارة الخارجية على دعم جميع المبادرات الوطنية الرفيعة التي انجزها سموه والتي تهدف الى تعزيز الامن الوطني وترسيخ الدور الانساني والخيري الذي تقوم به مملكة البحرين من خلال نموذج مشرف تجسده المؤسسة الخيرية الملكية بما تقدمه من مساعدات اغاثية للدول الشقيقة والصديقة اشتركوا في القناة